السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة والعالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد اي والاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وياكم على اثير هذه الاذاعة المباركة ان يجمعنا وياكم قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منا ومزدلفة وان يجمعنا جل علاه يوم القيامة في الفردوس الاعلى بصحبة خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المكرمين مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ايها الاحباب الكرام خير ما نفتتح به هذا اللقاء التبرك بالاستماع الى ايات بينات من القرآن العظيم بصوت شيخنا المقرئ عمر القزابري بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما تبحوا ظاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ايها الاحباب الكرام نجدد الترحاب بكم الى هذا اللقاء المبارك هذه الايام المباركة نستعد من خلالها لاستقبال شهر فضيل انه شهر رمضان الاكرم ونتحدث عن خطوات لاستقبال هذا الشهر المكرم وذلك بان نتعرف عن فضائله وعن شرف مكانته لان هذه المعرفة تجعلنا نقدره حق قدره ونغتنمه باحسن ما يكون فرمضان هو شهر المغفرة وشهر الرحمة وفيه تعتق الرقاب وربنا يغفر فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعد مبكرا لاستقبال رمضان ويدكر صحابته بذلك لاستنهاض الهمم كان صلى الله عليه وسلم ينتظر رمضان منذ بزوغ فجر رجب فكان صلى الله عليه وسلم يقول قد اهلكم شهر مبارك كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وهذا ايام قبل ان يبزغ فجر رمضان الاكرم استعدادا لاستقبال لهذا الشهر الفضيل واذا ظهر هذا الشهر وبزغ هلاله كان يقول اللهم سلمني الى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا كل هذا تهيئ نفسي لكي نستعد لحسن الاستقبال ولكي نصوم صياما صحيحا باذن الله طبعا بزوغ فجر رمضان يكون بمراقبة الهلال وبقيت ايام معدودات ان شاء الله عز وجل لكي نتشرف برؤيته وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكمل عدة شعبان ثلاثين فقد يكون الشهر ناقص وقد يكون كامل فاذا وقعت لنا الغمة نكمل العدة ثلاثين يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى هلال رمضان يفرح ويسعد ويقول اتاكم رمضان سيد الشهور فمرحبا به واهلا مرحبا به واهلا انه يعبر عن فرحته ويعبر عن سعادته بهذا الشهر المبارك مما يرويه الصحابة رضي الله عنهم كان عباد بن الصامت رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما اوشك رمضان يقول اذاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه بالرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى الى تنفسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فاروا الله سبحانه وتعالى من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم فيه رحمة الله بهذه التوجيهات النورانية النبوية يشحد يشحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الهمم اتاكم رمضان ورمضان هو ليس كائن حي بل هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى فربنا هو الذي يسيره فيقول اتاكم وكأنه جاء لكي يعانقكم فافتحوا ابوابكم وافتحوا اياديكم وافتحوا قلوبكم لاستقبال هذا الشهر الفضيل انه شهر بركة تكتر فيه البركة تكتر فيه الارزاق ويغشاكم الله فتتنزل فيه الملائكة الله يكون كريم في رمضان ينزل الرحمات وينزل البركات بل وانه يحط الخطايا جميع الدنوب والخطايا والسيئات التي كنا قد قمنا بها فيما سلف فان الله عز وجل يمحوها بمجرد ان نعقد النية ونعزم على صيام هذا الشهر صياما لمرضات الله تعالى ويستجيب فيه الدعاء الله تعالى يفتح ابواب السماء فيكون الدعاء مستجابا كل ما دع به المؤمن ربنا لا يرد دعاءه ربنا اخذ اهدا لنفسه انه في رمضان يكون قد فتح ابواب الاجابة لعباده المؤمنين ثم الله تعالى ينظر في العباد هل يتنفسون في الخيرات اذا وجدهم يتنفسون في الخيرات بالنهار صيام وبالليل قيام وبينهما تلاوة قرآن وصدقات وقربات وامساك عن الفحش وعن السب والشتم كل هذه الخيرات الله تعالى ينظر الى تنفس الناس فيها فيباهي بنا الملائكة في السماء لهذا كان سيدنا النبي يقول اروا من انفسكم خيرا اروا الله من انفسكم خيرا يعني كل واحد منا يحرص على ان يفعل اعمال صالحة يحبها المولى جل جلاله ويباهي به الملائكة تأكد ايها المسلم ايتها المسلمة في رمضان الله تعالى يباهي بك الملائكة فكن على قدر هذا المقام العظيم الذي وضعك فيه المولى عز وجل من هو الشقي قال الشقي من حرم فيه رحمة الله الشقي هو من يقضي رمضان في امور تافهة يقضيها في اشياء ليس فيها منفعة لا دينية ولا دنيوية صهر وليالي حمراء وقيل وقال وتفاذات وربما يدخل في عراق وخصام هذا يسمى شقي ضيع فضل هذا الشهر الفضيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفزنا ويدكر بان الله عز وجل يأمر الجنة لكي تستعد لاستقبال زوارها كان يقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومرضة الجن ونادى مناد من قبل الله يا باخي الخير اقبل ويا باغي الشر ادبر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة هذا كله من فضائل هذا الشهر الفضيل فمدع لنا ان نفعل اي والاحباب وصايا عامة لكي نستقبل هذا الشهر بما يليق به من شرف ومكانة وقداسة اول شيء علينا من الان ان نجدد النية النية الصادقة والعزيمة الجادة باننا سوف نسير خلال هذا الشهر الفضيل على طاعة الرحمن ونكون صادقين مع الله لان الله مع الصادقين قد يكون عندنا نوع من الوساوس او عندنا نوع من الخطايا علينا ان نتجرد عن كل ذلك ونجدد النية مع الله عز وجل ثم بعد ذلك نجدد التوبة فقد يكون الواحد مننا مبتلى هناك من هو مبتلى بعدم غض البصر هناك من هو مبتلى باطلاق لساني بالغيبة والنميمة هناك من يدخن هناك من يشرب خمر هناك من يتعامل بالحرام اشكال والوان هناك من قتل للرحم جميع هذه الاصناف علينا ان نتخذ عهدا مع الله بان نجدد التوبة واننا نبدأ عهدا جديدا نبتعد عن الدنوب والمعاصي ونسعى الى مرضات الله سبحانه كذلك ايها الاحباب الكرام لكي نصل الى هذا المقام علينا بقراءة سيري الصالحين وسيري سلفنا الصالح فتاريخ الاسلام مليء بحكايات عن العباد والزغاد وعن الصائمين وعن القائمين وعن الصالحين الذين عرفوا قيمة العبادة ومنزلة التدين وكانوا في رمضان لهم لهم حالات عظيمة تقربهم الى المولى علينا ان نكتر من قراءة والتعرف على سيري الصالحين والمقربين الى الرحمن وان شاء الله في الحلقات المقبلة نتحدث عن سير كثير من رجالا ونساء كذلك ايها الاحباب الكرام علينا ان نبحث عن البيئة الصالحة لان الانسان ابن بيئته فمن كان في بيئة موبوءة فيها خطايا فيها ذنوب فيها اصدقاء سوء يقضون ليالي رمضان في القيل والقال وفي بعض المحرمات وبعض السلوكات والاداب الغير لائقة فهذا سيضيع رمضان ويكون شقيا فعلينا ان نبحث من الان عن البيئة الصالحة بيئة فيها نتجمع على ذكر الله نتجمع على مدرسة القرآن نتجمع على العلم النافع وعلى اي خير يقرب الى المولى سبحانه وتعالى ونجعل بيوتنا كذلك حتى بيوتنا حتى وسائل التواصل الاجتماعي وحتى التلفاز والمدياع نختار ما فيه فائدة هناك الغث وهناك السمين فنتحلص من الغث ونبحث عن السمين الذي فيه منفع هذا كله يدخل في مجال البيئة الصالحة ثم علينا اي والاحباب الكرام ان نشاهد في فقه احكام الصيام نتعرف ونتعلم احكام فقه الصيام لكي يكون الصيامنا صحيح نتعرف عن الواجبات وعن المستحبات وعن المكرهات وعن المحرمات وعن السنن والاداب وهذا كله ميسر ننظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى تكون يكون الصيامنا صحيحا وان شاء الله تعالى سوف نتحدث عن هذه الاحكام فيها فائدة كبيرة بإذن الله في الحلقات المقبلة بإذن الله الواحد الأحد أيها الأحباب الكرام ورمضان قد أوشك على أن يهل علينا فرمضان هو مكفر للذنوب رمضان هو سبب لدخول الجنة رمضان هو سبب لمنجاة من النار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان يبدأ بإلقاء خطب ومواعد وتوجيهات كثيرة لصحابته قبل هذا البزوغ فجره لكي يستعدوا لاستقباله من ذلك مثلا ما ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر شعبان فقال أيها الناس هدأ ظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر فرض الله صيامه وجعل قيامه تطوعا من أدى فيه فريضة كمن أعتقى رقبه وكمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان كمن أعتقى رقبه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواسات قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به صائم قال يعطي الله تعالى هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار هذا نموذج لخطبة نبوية شريفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقيها على صحابته أيها الناس يخاطب الجميع قد أضلكم شهر عظيم لأن رمضان حتى السحب وحتى فضاء السماء يكون فيه رحمة ويكون نور أضلكم أضلكم فيه رحمة الله وكأن رحمة الله تضلنا أضلكم شهر عظيم مبارك لماذا هذا الشهر مبارك؟ لأن فيه ليلة القدر الليلة المعظمة أعظم ليلة في السنة التي هي ذات قدر عظيم وبين بأنه خير من ألف شهر ربنا هو الذي فرض فيه الصيام الصيام كان مفروضاً وجعل القيام تطوعاً من أرد أن يقوم به بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أدى فريضة في رمضان فريضة واحدة إما سلا الظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء كل فريضة تعدل عتق رقبة مؤمنة وهذا الفضل لا يكون في بقية شهور السنة في رمضان كل فريضة تؤديها في وقتها مع الجماعة وبوضوئها وخشوعها ورقعها وقراءتها تكون لك كمن أعتقى رقبة مؤمنة ثم إن كل عمل صالح في رمضان يدرب في سبعين الله عز وجل جعل الحسن بعشر أمثالها في رمضان كل حسن في رمضان تدرب في سبعين كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر فيه رزق وفير وخير كثير وهذا مشاهد الآن هناك الأسواق تستعد رجال التجارة والاقتصاد والمال يشتهدون في إيجاد السلع والناس يتهيأون للتبضع جميع أنواع السلع من الأغدياء ومن الأشرباء ومن الألبسة وربنا قد بشر فقال هذا الشهر يزداد فيه رزق المؤمن ثم أمرنا بأن نشتهد أيضا في العطاء لابد أن هناك فقراء وهناك أغنياء وعلينا أن نشتهد في العطاء كيفما كنا الجود يكون من الموجود الكل يعطي وكلما أعطيت أعطاك المولى جل جلاله لهذا قال النبي الكريم عن رمضان هو شهر المواسات أي شهر التكافل شهر التضامن شهر التراحم فيه المواسات بعض الصحابة وكانوا فقراء من أهل الصفة قالوا يا رسول الله هذا فضل عظيم لكن نحن فقراء ليس كل منا يجد ما يطعم به الصائم ما عندنا نحن فقراء قال ربنا يعطي هذا الأجر لكل من فطر صائم ولو على تمره تمر واحدة عندك أجر عظيم أو على مذقة لبن كأس لبن أو حليب أو على قطعة خبز يعني كل شيء أعطيته فيه فضل ومن يعمل مثقال درة خيرا يرى ثم بشر النبي الكريم بأن ذا الشهر فيه مراحل أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره عسق من النار عشر أيام الأولى ربنا يتجلب فيها بالرحمات عشر أيام التانية ربنا يغفر فغى الدنوب والسيئات العشر الأواخر ربنا يعتقوا الرقابة من النيران فرمضان أيها الأحباب الكرام مناسبة لكي يكفر المولى عز وجل جميع دنوبنا وجميع خطايانا وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا مش جنبت الكبائر ربنا يعطينا مواسم للمغفرة الصلاوات الخمس بين صلاة وصلاة ربي يغفر بين جمعة وجمعة ربي يغفر بين رمضان ورمضان ربنا يغفر كل شيء طبعا إلا الكبائر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحطنا لكي نحرص على أن لا نضيع رمضان فكان يقول مرة كان في المسجد فصعد إلى المنبر فشخص ببصره وقال آمين ثم صعد الدرج الثاني وقال آمين ثم صعد الدرج الثالث وقال آمين فقيل له يا رسول الله تقول آمين عند كل درج وتشخص ببصرك ما الذي وقع لك قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله من ضيع رمضان وأدركه ولم يغفر له فأبعده الله فلا غفر الله له فقلت آمين وفي الدرج الثاني قال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فأبعده الله فلا غفر الله له فقلت آمين وفي الدرج الثالث قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فلا غفر الله لا فقلت آمين فأشهد عندنا أيها الأحباب الكرام أن رمضان هو مناسبة لمغفرة الدنوب والخطايا وللنجاة من النار ولدخول الجنة فمن ضيعها ضيع الكثير يكفي أن رمضان يشفع للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه فيشفع ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان تصور رمضان يكون بالنهار صيام وبالليل قيام وتلوة قرآن عندك شفعين عظيمين أنت في تأمين خالص هذا هو التأمين الحقيقي أنك إذا فارقت الحياة الدنيا وكنت صائما في رمضان وكنت ممن تتلو القرآن فإنك تضمن عندك شفاعة شفاعة القرآن وشفاعة الصيام إضافة إلى شفاعة سيدنا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق من يشفع له أكثرهم عليه صلاة في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن من صام يوما واحد في رمضان بعد الله وجه عن النار سبعين خريفا سبعين خريفا بل وإذا صام يوما واحد في سبيل الله بعد الله تعالى وجه عن جهنم مسيرة مئة عام يعني بعدا عظيما عن النار فهناك بشار بالجنة للصائمين وللقائمين والنبي الكريم من عادته كان دوما يبشر بهذا النعيم نعيم الجنة فيقول إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمين فيقومون فيدخلون ثم يغلق الباب فلا يدخل أحد بعدهم باب الريان خاص بالصائمين في الجنة الجنة تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها ويعطي ربنا هذا الكرم للصائمين لماذا لأن الصيام هو الذي فيه الإخلاص نتعلم في الصيام الإخلاص تكون في بيتك تغلق عليك بابك وأنت جائع وعطشان ولا تستطيع أن تمد يدك إلى طعام الله يرانا الله يسمعنا الله معي الله يحاسبني فتشعر بمعية الله وتتعلم الإخلاص لهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه ولخلف من الصائم أطيب عند الله من المسك هكذا يبشر ربنا سبحانه نعمه على الصائمين كل عمل من أعمال البشر قد يدخله الرياء نصلي قد نحسن صلاتنا ليقال ما أروعها قد ندب للحج ويدخل علينا الرياء في الحج يدخل علينا الرياء في العمرة يدخل علينا الرياء في الإحسان في الصدقة حتى في الجهاد يدخل هناك الرياء حتى في تلوة القرآن قد يدخل هناك الرياء حب الظهور بين الناس إلا الصوم الصوم ما في رياء لأنك تصوم ولا أحد يدري هل أنت صائم أم مفتر الأمر بينك وبين الخالق لهذا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي فإنه لي وأنا أجزي به لماذا؟ لأن الصائم ترك شهوته وطعامه وشرابه وكل احتياجات النفس والجسد تركها من أجلي تركها من أجلي يعني حب الله ومعية الله لهذا بشر فقال للصائم فرحتان الله وعد أن يعطينا الفرحة في رمضان استعدوا أيها الأحباب الكرام الله تعالى يوزع الفرحة والسرور والحبور والطمأنينة والسكينة في رمضان بوفرة يوفر الله تعالى ويوزع على عباده للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وقت الإفطار تحمد ربك أنك قد قضيت اليوم في الصيام وفي الطاعة والآن مأدوب الطعام شهية يا مرحبا فرحة عظيمة مع العائلة والأحباب وتخلصنا من عناء وتعب اليوم وفرحة أخرى عند لقاء ربه المؤمن يفرح فرحة عظيمة جدا للقاء الله وفي رصيده صيام رمضانات كثيرة يفرح بهذا النعيم يفرح المؤمنون بلقاء الله قد يقول قائل بأن الصائم وهو مفتر فمه فيه خلوف فيه ريحة كريهة ربنا قال بأن هذا الخلوف في فم الصائم أطيب عند الله من المسك حتى قيل بأن تهب على أهل الجنة ريح طيبة فيقولون ربنا ما أطيب هذه الريح ريح طيبة تهب في الجنة فيقول الله عز وجل ريح أفواه الصائمين أطيب من هذه الريح ريح أفواه الصائمين أطيب من هذه الريح اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الذاكرين اللهم آمين يا ربي كريم أيها الأحباب الكرام ونحن نستعد لاستقبال رمضان الأكرم لعلنا نتساءل ما هي الأعمال الصالحة التي يجب فعلها في شهر رمضان هذا الشهر أيها الأحباب هو شهر الخير شهر البركة شهر تتضاعف فيه الحسنات لهذا أوسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكتار من الأعمال الصالحة وأولها أن نحرص على الصيام فالصيام هو عبادة وطهرة في لقاء الله عز وجل الصيام أيها الأحباب الكرام نتعلم من خلاله نترك كل احتياجات الجسد من طعام ومن شراب ومن شهوة نتخلص من الرغبات الجسدية ونجعل أرواحنا ونجعل نفوسنا تشرق وربنا يفرح بصيامنا فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ووعدنا ربنا بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه فصيام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر الله عز وجل لكل الدنوب لماذا؟ لأن الله تعالى قد كتب علينا الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فترة قصيرة جدا نصومها ولكن سوف نفوز فوزا عظيمة لعلكم تتقون الغاية من الصيام هي التقوى تحصيل التقوى والتقوى معناها القرب من الجليل بالإضافة إلى الصيام علينا أن نحرس أيها الأحباب الكرام على الصلاة لأن الصلاة عماد الدين وبها نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهي الركن الثاني من أركان الإسلام أركان الإسلام أولها شرثا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والركن الثاني هو إقامة الصلاة فعلينا أن نصلي هناك بعض الناس يتهون في صلاتهم في الأيام العادية وعليهم إذا جاء رمضان وأهل أن يعقدوا عزيمتهم ليحافظوا على الصلاة في وقتها مع الجماعة بخشوعها ووضوعها ورقعها وسجودها وطمأننتها الصلاة أيها الأحباب الكرام فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة طبعا بعد أن نؤدي الفرائد يستحب في رمضان أن نكثر من النوافل لأن النوافل تقربنا أكثر من الله جل جلاله وربنا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاد بي لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساءته كذلك أيها الأحباب الكرام في رمضان علينا أن نستعد للقيام النهار هناك صيام والليل هناك قيام فربنا عز وجل فرض علينا صيام رمضان والنبي الكريم سنلانا قيامه وأخبرنا بأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منا به قيام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من دنبه وهذا الأمر يتحقق ولو بركعتين كل ليلة ولو ركعتين كل ليلة والسنة النبوية كما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنين ويوتر بواحدة هذا ما يسمى بسنة النبي وهدي النبي الكريم في رمضان كل ليلة يسلي عشرة ويختم بواحدة ويترا ويسلم عند كل ركعتين وعباد الرحمن معروفون بأنهم يكترون من القيام وربنا أتنى عليهم في كتابه العزيز وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما من صفات عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقيما وأتنى الله على تعالى عن الصالحين أنهم ليلهم لا ينامون كثير ليلهم مليء بالذكر مليء بالصلاة مليء بالعبادة وقد قال ربنا عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كذلك أيها الأحباب الكرام من الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها في رمضان الاكتار والاشتهاد في تلاوة القرآن فالقرآن الكريم هو كلام رب العالمين ونحن نصوم رمضان لماذا؟ لأن فيه القيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فلنحرص على أن نقتني المصحف الشريف ويكون صديقنا ويكون حبيبنا ويكون قريبنا ونقرأه يوميا بخشوع وتدبر وحبّد أن نأخذ كتاب تفسير لكي نفهم معاني القرآن الكريم صباح مساء أن نحافظ على الورد القرآني الورد مثل البهيمة تريد الماء فتصح كذلك المؤمن عنده ورد قرآني يسقيه المولى من كلامه جل جلاله ثم نحرص أيها الأحباب الكرام على الصدقة في رمضان فالصدقات في رمضان نعمة عظيمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الصدقة في رمضان وكان أجود ما يكون في رمضان من الريح المرسلة وبشرنا بأن من فطر صائما كان له مثل الأجر غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا كذلك أيها الأحباب الكرام من الأعمال الطيبة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان سنة الاعتكاف فالنبي الكريم سن لنا اعتكاف في رمضان وهو أنك تتخلص من كل أسباب الحياة الدنيوية وتخلو مع ربك وكأنك في غار حراء تدعو الله تعالى تعبده تشكره وتناجيه وتنقطع عن الخلق عن العمل عن التجارة عن الأولاد عن الزوجة عن الأهل عن الأحباب وتبقى مع ربك الاعتكاف وقد يتحقق ولو بين صلاتين بين الظهر إلى العصر أو بين المغرب إلى العشاء وقد يكون النهار كله وقد يكون عشرة أيام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشرة أيام من كل شهر فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما أيضا الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان العمرة فالعمرة في رمضان نعمة كبيرة من وفقه الله ويسر له لأداء هذه العبادة في رمضان كان من الموفقين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا لا يسقط حجة الإسلام فحجة الإسلام فريضة لمن استطاع إليها السبيل لكن العمرة في رمضان فيها فضل كبير تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمور الطيبة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان تحري ليلة القدر ومعلوم كما ذكرنا بأن في رمضان أعظم ليلة في السنة ليلة القدر خير من ألف شهر نغتنمها بالصيام والقيام والعمل الصالح وسيدنا النبي كان إذا أقبلت أيقض أهله وشد مئزره وأحيا ليلة فهذه جملة من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان أحبابنا الكرام ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل وهو على الأبواب ونعلم بأن الضرفية التي تعيشها بلادنا والعالم بأسره جراء جائحة الكورونا وهناك ظاهرة شاعت بين الناس حالة من الاحتياج هناك فقراء هناك محتاجين هناك أيتام هناك أرامل هناك من توقف عن العمل هناك من لا مورد لهم فرمضان هو شهر الموساة وشهر الرحمة ومن من أفطر فيه صائم له أجر عظيم ومن أعطى أعطى عطاء وصدقات وقربة في رمضان ربنا وعد بأن يعطيه خيرا كثير فهذا الشهر يستحب فيه الصدقات والإكتار منها على اختلاف أنواعها قد يكون تكون الصدقة عبارة عن مال قد تكون عبارة عن مواد غدائية كقفة رمضان قد تكون عبارة عن أدوية لبعض المرضى والمحتاجين قد تكون هذه الصدقة أداء أداء تمن فاتورات الماء والكهرباء أو أداء تمن الكراء فالإذن يبحث عن الفقراء والمساكين ما أكثرهم في كل مكان وليحرص في رمضان أن يعطيه ويتصدق حتى إن بعض الصالحين يؤخرون زكاة أموالهم إلى رمضان ويخرجونها في أواخر شعبان في مثل هذه الأيام يخرجون زكاة أموالهم يبحثون عن الفقراء وعن المساكين وعن المحتاجين ويوسعون عليهم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالأجر الوفير فقال أفضل الصدقة في رمضان الصدقة فيها فاضل ومفضول فالفاضل طيلة السنة الصدقة عظيمة لكن في رمضان فاضلة هنا في غيرها من رمضان مفضولة وفي رمضان فاضلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجودة والعطاء فهو كان أجود الناس في كل حين في كل شهر سيدنا النبي كان كريم مرة امتلك تغوى كبيرة واد من الغنم فلقيه أعربي وقال لمن هذا الغنم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي الكريم هل أعجبك قال نعم قال خده فهو لك فسقه الأعربي وهو فرحان وذهب إلى قبيلته وقال أيها الناس هناك في المدينة رجل يقول بأنه نبي وإنه ينفق ولا يخشى الفقر فإذا بالقبيل كلها تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم وتسلم لأن العطاء وتأليف القلوب على الخير ربنا يفتح به بوادر الإيمان لذا سيدنا النبي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان أجود بالريح المرسلة أجود بالخير من الريح المرسلة كان معطاعا ولا يخشى الفقر لأنه يعلم بأن الرزق بيد الله وأن الله تعالى وعد بأن من أعطى ربنا يخلف عليه وما أنفقت من شيئين فهو يخلفه وخلفته بالأضعاف المضعفة من أنفق درهم في سبيل الله ربنا يعطيه عشرة إلى مئة إلى ألف إلى ما لا نهاية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم وأيضا أيها الأحباب الكرام أن من فطر الصائم له أجر عظيم مثل أجره إذا فطرت صائم لك مثل أجره فإذا فطرت صائم واحد طيلة رمضان كأنك صمت شهرين متتابعين وإذا فطرت ثلاث صائمين في رمضان كأنك صمت ثلاث أشهر متتابعة زائد شهرك أنت هو الرابع وإذا كان هناك عشر أو مئة فقير أطعمته وسقيته فإنك تأتي يوم القيامة بشهور كثيرة من رمضانات وأنت فلح أصلي صمت رمضان واحد في السنة لكن بقدر عطائك ربنا يكتب لك بأنك صمت كثيرا لهذا هناك الكثير من أهل الصلاح والفلح يتنفسون في الخير في هذه الأيام ويعدون كفف رمضان هناك من يعدها بنفسه هناك ربات بيوت في بيوتهم تشري المواد الغدائية وتعدها في بيتها مع صديقاتها ثم يذهبون إلى البيوت الفقيرة ويوزعونها وهناك رجال أعمال يبحثون عن جمعيات لها مصداقية ويطلبون منهم أن يقتنوا هذه المواد الغدائية وتوزيع على الفقراء والمساكين فعلينا جميعا أن نشهد أيها الأحباب الكرام في العطاء لا نحرث على الأخذ نحرث على العطاء لأن الأخذ ما فيه فضل ولكن الفضل في العطاء وحتى في العطاء هناك الإكرام ما يسمى بالإكرام أن الإنسان يعقد موائد إفطار ويدعى لها حتى غير الفقراء أصدقاء عائلة جيران أحباب زملاء في العمل لتأليف القلوب فبين الفين والأخرى نعقد إفطارا جماعيا نجمع فيه العائلة والأحباب فيه أجر وتواب عند الله تعالى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه من إنفاق كثير هو أيضا كان يدعى وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيت وأفطر كان يقول لهم في الدعاء أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة هذا دعاء لابد أن نحفظه إذا دخلنا إلى بيت وأكلنا وشربنا حينما ننصرف نقول لهم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة وفي رواية وصلت عليكم الملائكة وإذا أكلنا وشربنا لابد أن نشكر فإن الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر أيضا أيها الأحباب الكرام كل من يعمل عمل صالح في هذا الشهر الفضيل له أجر وتواب كبير فالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار فعلينا أن نشهد في الصدقات فالصدقة تطفئ غضب الله الصدقة كما يطفئ الماء النار تطفئ غضب الله إذا كنت قد عملت جرما أو خطيئة وتنظر بأن الله قد غضب عليك ممكن أنك تقوم بالصدقة فيتطفئ غضب الرحمن كما يطفئ الماء النار والصدقة تزيد البركة في المال فمن أنفق نفقة يبتغي بي وجه الله بورك له فيها بورك له فيها أي كترت بركتها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما نقصت صدقة من مال أيضا الصدقة أي الأحباب الكرام فيها شفاء للمرضى إذا كنت أنت مريض أو عندك في بيتك مريض زوجتك أولادك أمك أبوك أحبابك تصدق والنبي الكريم كان يقول داو مرضاكم بالصدقات وخير الصدقات في رمضان الأكرم للفقراء المساكين الصائمين الراكعين ثم إنها الصدقة تقيك من ميتك السوء هناك الميت الطيبة هناك من يموت وهو بين أهله وأحبابه يقرؤون القرآن ويحمل جثمانه في موكب جنائزي مبارك وهناك الله احفظ نوائيكم من يكون عنده ميتة سوء مات بميتة خبيثة والعيد بالله فالصدقة تقيك ميتة السوء ثم إذا مت العبد والصدقة تدافعون في قبره وتحميه من ملائكة العذاب تقول الصدقة يا ملكة العذاب ابتعدوا عن هذا الميت فإنه كان في الدنيا متصدقا قيد حياته فإننا أباء وأمهات وعائلة قد ماتوا نتذكرهم ونتصدق عليهم رحمة ونورا فإذا تصدقت على أبويك أو على ميتك من أقاربك فإنه في قبره يكون منعم فاللهم تقبل منا أجمعين أيها الأحباب الكرام ونحن أو شكنا أن نستقبل الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم هو شهر الأخلاق وشهر القيم وشهر السلوك والأداب العامة فعلينا أن نكون مثاليين في أخلاقنا لا قيمة للصيام ولا قيمة للقيام ولا قيمة لقراءة القرآن ولا قيمة للاعتكاف ولا قيمة للصدقة والإحسان ما لم يكن له ثمرة ما هي الثمرة ثمرة كل هذه الأعمال الصالحة هي الأخلاق الحسنة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق المفروض أن المجتمع الإسلامي مجتمع الفضيلة مجتمع الصلاح مجتمع مجتمع الخير مجتمع السلم التعايش المحبة والوئام والتسامح هذا ما ينبغي أن يكون ثمرة صيامنا وقيامنا وصدقاتنا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم بأن في رمضان سيقع هناك مشاكسة وقد يكون هناك غضب وقد يكون هناك احتقان ازدحان في الطرقات ويكون هناك منافسة بين التجار ويكون هناك تصابق بين الناس واحتكاك فقد يكون هناك نوع من الانفلات في الغضب لهذا نبغنا وأرشدنا معلم البشرية سيد المرسلين وإمام الأنبياء والأتقياء ماذا قال قال الصوم جنة فإذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقول إني مرء صائم هذا توجيه نبوي شريف لكل الصائمين الصيام جنة ما معنى جنة يعني وقاية المفروض أنني ملقح وأنا صائم استطعت أن أمسك شهوتي ورغباتي وأيضا علي أن أمسك انفعالاتي وغضبي فعلي أن أكون مسالم وألجأ إلى الحوار وألجأ إلى الأخذ والرد مع الآخرين بالتي أحسن فإذا كان صوموا يوم أحدكم إياكم فلا يرفث ولا يفسق الرفث هو مقدمة الجماع كأن ينظر بعينيه في الشارع العام ينظر إلى مرأة حسناء أو مرأة تنظر إلى رجل رجل وسيم أو في التلفاز أو في مجلات أو غير ذلك هذا الرفث مقدمة الجماع نتجنبه والفسوق هو العصيان أن الإنسان إذا خاصم فجر أنه يقول كلام يسبد ويرعد ويبرق هذا كله فسق في الجدال ولا يجهل يعني حينما حينما يتخاصم يقول كلاما فاحشا جارحا إياك أن تجهل فإن سبك أحد أحد سبك أو شتمك ماذا عليك أن تفعل هل تعطيه الكيل مكيالين لا تقول إني مرء صائم أنا صائم أيضا أيها الأحباب الكرام خصوصا في رمضان علينا أن نبتعد عن شهادة الزور شهادة الزور للأسف تكون عند المحاكم الناس يشهدون زورا يغيرون الحقائق لمصلحة ومنفعة تكون في الأسواق العامة حتى عند تجار يبيعون بضاعتهم باليمين الكاذب حتى عند بعض الناس في الشركات في الإدارات يقولون كلام مغير وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث حرية التعبير كلام يقال زور وحتى في بعض المؤسسات البرلمانية والجماعية وعود كاذبة لا يتحقق منها شيء إيانا جميعا هو الشهادة الزور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه لا داعي للصيام إذا كنت عازم على أنك تغير الحقائق تأكل أموال الناس بالباطل وتسيء إلى الآخرين وتكذب عليهم إياك أن تصوم وأن تفتر لأنه لن يفلح نسأل الله أن يحفظنا جميعا لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس الصيام عن الطعام والشراب وإنما الصيام عن اللغو والرفة اللغو والرفة الصيام عن الطعام والشراب أمر هين وسهل بل صحي تبت صحيا بأن من يصوم في رمضان جسمه يتجدد والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول صوموا تصحوا نشدد لكن إذا كان هذا الصيام مقرونا باللغو والرفة والفسوق والعسيان فلا داعي للصيام لهذا كان صلى الله عليه وسلم ينصي وصية ويقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أدى الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك سواء فهذه كلها دعوات أخلاقية دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ونهان عن الإساءة وتجنب السلوكات المنحطة ولنتمسك بالقيم النبي له صلى الله عليه وسلم بعثة لإتمام مكارم الأخلاق وخير خلق دعا إليه النبي الكريم هو خلق الحياء كان يقول لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين آمين يا ربي يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحباب الكرام لنفتح خطوطنا الهاتفية واستقبال مكالماتكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبدأ بأول مكالمة من إقليم أجدير مع للا زهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيد دكتور كريبان كده لبس عليك يا مرحبا بك للا زهرة شو بخير العائلة لك لبس الله يطول عمرك ابنتي نشكرك بزياد ولعد لبارنا ماشي لا عفو ابنتي رحمة لك لكل دعوة جاناك الله يتقبل يا ربي يا رحمة يا رحيم فقد تشكي الدكتور كريبان نريد أن أجد لك واحد السؤال يا مرحبا هو دباغتي البال لقد قلت لك أنا حلفت على واحد الحاجة وحلفت أنها ما تمشي عنده واحد المرأة نعم ودباغ ستمشي ضروري تجر واحدة أخرى مريضة عندها ومعهما تشد وشغلت مشي وبنسبة وبنسبة اللي حلفت ما عاش نعم يا بنتي ما عاش فيها شي حاجة ولا لا واخا بنتي بإن الله ولا يحمل لك بغيتك الدعم عنك تيسل الأمور تيسلين الأمور لا يحمل لك يا ربي بنتي زهراء لا يسهل لك أمور يا ربي لا يسهل لك جميع لا يحمل لك واحد الوالد عندي شهال هذا بغطة دار معك ما كيش دلال خط واحد موضة بما معي لا يحمل لك وخط عديني المرأة لك واخا بنتي حافظك الله وارعك الله وخير الأمور بشير بيسترلك الأمور هو كل إنسان كل صباح يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم قضلي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ثلاثة مرات يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم قضلي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم قضلي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين هذا الدعاء وهذا الدكر إذا التزمنا به كل صباح ثلاث مرات فإن الله جل جلاله يجعل كل عسير علينا سهل يسير وقد علمه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لفلدة كبديه فاطمة الزهراء رضي الله عنها فابنته فاطمة حينما تزوجت من سيدنا علي بن أبي طالب وكان رجل مضياف ويأتي بالأصحاب والأصدقاء إلى بيته ويطلب منها أن تطبخ وتكنس وتهيئ البيت ما عندها قدرة ما عندها قدرة على تهيئة الطعام أولا سيدنا علي كان فقير من أين يأتي بالطعام ثانيا إذا جاء بشيء من ذلك فعليها أن تطهو وتخبز وتعد فتعبت فالتقت بأبيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعت بأن القوافل جاءت ببعض الأموال إلى بيت المال فقالت يا أبتي هل لا أمرت لي بسهم وبخادم من بيت المال سهم حالك نحن بلغتنا وحالك غيمو سهم من بيت المال وخادم خادم يعينني على شؤون البيت فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك يا فاطمة على خير من ذلك قالت بلى يا أبتي قال لها إذا أصبحت فقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اقدلي أمري كله وفي رواية شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين وفعلا بعد أن صارت فاطمة تقول هذا الكلام ربنا فتح أبواب الرزق من عنده وهيئ الأسباب ويسر الأمور فهذا مما يدعو إلى تيسير الأمور بإذن الله بنت زهراء جوابا على سؤالك الفقهي أختك حلفت وأقسمت بأنها لن تزور هذه المرأة ولن تفعل ولن تفعل هذا يسمى اليمين اليمين إذا كانت في الشر كأن أقول مثلا أقسم أن لا أزور عائلتي أقسم أن لا أعطي فلان طعاما أقسم أن لا أفعل إذا كان القسم والحلف على أمر فيه ضرر أو فيه شر أو يدعو إلى قطيعة رحم فهذا ملغي لا قيمة له لأنه يدعو إلى أشياء محرمة أصلا فهو لا قيمة له ومع ذلك إذا أردنا أن نكفر فربنا أعطانا إما أن نطعم ستة مساكين وإما أن نصوم الثلاثة أيام وإما أن نعتقر قبع طبعا عدق راقبة ما بقش في زماننا هذا وصيام ثلاث أيام سهل لمن أرد أن يصومها وخصص يصوم أيام البيض لتلتاشر بعتاشر خمستاش في الشهر فيها أجر وتواب وفيها صحة وعافية وفيها علاج وفيها كفارة من لم يستطع فليطعم فليطعم ستة مساكين والترتيب هكذا الترتيب يكون بالصيام أولا ويكون بعده بالإطعام ويكون بعده بالعتقي فنبدأ بالصيام أولا من استطاع أن يصوم ثلاث أيام كفار على هذا الحلف فإذا لم يستطع أن يصوم فليطعم ستة مساكين من أسط ما تطعمون أهلكم يعني ستة وجبات غذائية فإن لم يجد فليطعم رقب وهذا كله خير بإذن الله أما إذا كانت اليمين الغموس اللي هي محرمة هي كان حلف على شيء قد وقع فعلت شيئا وأقسمت أنه لم أفعل أو قمت بعمل وأقسمت أني لم أفعل هذا يسمى اليمين الغموس وكأني غمست يدي في الدم ولا يد بالله هذه تحتاج إلى ثوبة صدوق وخالصة لوجه الله وندم شديد تسمى لأن فيها كذب وبهتان والعياذ بالله فأسأل الله أن يحفظك ويرعاك للأزهر يبدو أن المكالمات كثيرة والخطوط كلها مشغولة سوف نسرع لكي نمر بسرعة على مختلف المكالمات نتحول إلى إقليم الصراغنة مع الله حبيب سلام عليكم سلام أهلا وسهلا كبير لبسهلك الحاج الله يبارك في قبل الله حبيب الله يحفظك يا حاج يا مرحبة الله يعطيك سحاحتك الله يحفظك الله يكثر من مثالك الله يطوض عمرك للأ أنا بغيت حاجر حضا طلطبك الله يحملك الوالدي يا مرحبة من تكون تصلي من تكون قيم الليلة ما تدعى لي مع أولدي ما تكون كبير لا يله لا يله لا يله ونفر عنده ونفرصه ودار العملية اللي ولحي يدريه الماء الله أكبر وقوص محمد السديس لا يله لا يله ودار العملية الثانية مع كورونا ودكشي وعمر الإنعاشات وقالوا لنا دار من بعده يدريه العملية الله أكبر وعطينا آمل بعيف قالنا ثمانية في المية ليلى هيل الله واحد السيدة قد راجلي الله يزميها بخير وغجلها صبرنا في الطاليان قالوا لنا لا يدفعبوا للوريقات ومعهد الشي دير كورونا ودكشي سدوا وباقينا عطينا قلنا تالسهار خمسة ليلى هيل الله ونفر حملك الوالدي إنما تدعى العانا يا رب يا رب وعفض الوريقة يمشي بعدها تلنا رطي بشوية متقدم لا يلا هيل الله والأربي وتلنا ربي أيها للا ومقادر على كل شي الله يرحم لك الوالدي لا يلا هيل الله ومعهد إلي الحاضرك انت بحلبه راجز عليها الله يحبذك للا حبيبة وحيظه نطليك لا يلا هيل الله ومكيش بليه الخطني ومعهد لرطي شد ربي وشد لي الخطر لا يلا هيل الله اليوم قدشها هي اليوم عندي عيد من يدويت مات الله يطول عمرك للا الله يحبذك نحن ناف حمدنا الله شكر لا احنا حمد الله وشكر احنا اعطانا هاد البلاء احنا حامدين وشكري لا هيل الله وكان بغيت ربي يسهل والي يتعالج لبقي له العمر لا هيل يطول عمره يا ربية كريم يا ربي حمده ولدي وعمد في نشر آن لا ذنب ورجع طبيعي ورجع ليش شوف مزيان وكل شي مزيان ولكن هاد الوالن عتاني ليريم خاصنا نديروه ومدكşي مايدي اشدرناه الله بحمدك الوالدين يا ربي يا كريم تدعي يا سيدي ربي الله يخليك ويحفظك الله يعليك مقامك الله يحفظك لله حبيبة شكرا لك للا والله العادي يمكن نعم عارفين وتعلمنا الله يعطيك الخير بارك الله وفيك الشريفة وخلي هذا البرنامج فقيتين الله يعطيك الخير سمع لي لا عفو الشريفة الله يحفظك لله الله يطول عمرك شكرا لك للا حبيبة الله يخفف ما نزل لا إله إلا الله فعلا أن ربما قد يكون الواقع الصحيح في بلادنا يعرف بعض الصعوبات والبعض يطمع في أن يسافر خارج أرض الوطن إلى أوروبا حيث أن القطاع الطبي يعرف تقدم كبير ولكن مع جائحة الكورونا ومنع حركة المرور والسفر فيتعذر وحتى الأطباء لما قالوا لك بأن نسبة الأمل تمانية في المئة هذا كلام طب وإلا فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير كلمة قلتها للا حبيبة عظيمة قلت الله نا والله ليه الله تعالى في كل مكان الله قادر على كل شيء رغم التقطم طبي ورغم الجهود المبدولة التي يقوم بها الأطباء والممردين مشكورين ومشكورات ولكن علينا أن نتيقن بأن العلاج الحقيقي هو من عند البولة وفي الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال يا ربي المرض ممن؟ قال المرض مني قال والعلاج ممن؟ قال العلاج مني قال يا ربي وما بالو الأطباء والمعالجين؟ قال أولئك قوم لا نريد أن نقطع عليهم أرزاقهم فربنا عز وجل على كل شيء قدير ولو كان نسبة الأمل 0.0% نقول هناك الأمل لماذا؟ لأن الله تعالى يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذه قاعدة في العقيدة الإسلامية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويقوله الصالحون بأن من عنده حالة حرجة مثل هذه فليقرأ هذه الآيات تسمى آيات الملك في صورة آل عمران قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هذه فيها المشيئة الإلهية والقدرة الربانية الله يعطي بالأسباب وبلا أسباب وضد الأسباب ربنا لا يحكمه الأسباب والمسببات لا يحكمه منطق لا يحكمه قانون لا تحكمه عل ومعلول لأنه خالق كل شيء سبحانه على كل شيء قدير إذا دعوناه وترق بابه ومكتنا على عتبة فضله فإن الله تعالى يريك من عجائب قدرته فاللهم يا ربي السادة المستمعين الله يجزيكم بخير هذه أختكم للا حبيبة مكرومة في فلدة كبيدها رواح الفتحة إذا رفعناها جميعا وإحنا الآن بالألاف المؤلفة رفعناها إلى الرحمن في هذا اليوم الآخر يوم الجمعة ونحن في أواخر شعبان وعلى أبواب رمضان لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يتقبل إنه الآن معنا يسمعنا ويرانا وربما يباهي بنا الملائكة إن كنا خالصين مخلصين فاللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم هذا الولد هذا الابن يا رحمن يا رحيم أنت الذي خلقته وأنت الذي كتبت عليه ما كتبت اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تشفيه وتعافيه ربي اشفيه وعافيه رب الناس أذهب الباس رب الناس أذهب الباس رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أزل ذلك الورم من رأسه يا رب لا تحوجه إلى الطبيب ولا تحوجه إلى معالج ولا تحوجه إلى راقم أنت طبيبه أنت معالجه أنت خالقه وأنت على كل شيء قدير يا من أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة هذا الطفل بين يديك اللهم يا رب أسعد قلب أمه وأبيه وأحبابه ودويه وأسعد قلوب المغاربة أجمعين بشفائه اشفيه يا مولانا اشفيه يا كريم وأزل ذلك الورم من رأسه بقدرتك أمرك بين الكافي والنون إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون اللهم ونحن في يوم الجمعة ببركة الصلاة على مولانا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغدائها اللهم اشفيه وعافية واشفي يا مولانا جميع مرضى المسلمين اللهم اشفيه في هذا اليوم في هذه الساعة المباركة في هذه اللحظة المكرمة اشفي يا ربنا جميع مرضى المسلمين اللهم من عنده وجع أو ألم أو ضر فارفع عنه ذلك الضر بقدرتك عليه يا أرحم الراحمين إنك سميع مجيب قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم نتحول إلى ابن ملال مع لالا نجوة سلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشخة بارك لابت عليك الله يطول عمرك بنتي نجوة هذا نهار مبروك ليش بلي الخط وتصلش بيك والله يا مرحبا بك بنتي أستاذ سألك الدعاء والله ما أتلفويا أسئلة بكترة جمال فرحة يا رب نشاول يا جميل أسئلة اللي كنتوا عن سويلهم لك الله يعلي مقامك بنتي نجوة الله يصلحك آمين يا رب مهم أستاذ كنت نطلبك الدعاء معايا باش نتبت فصلاتي ونكون بعرب والدي ومعرفت تبارك الله تبارك الله أستاذ كنت نطلب منك الدعاء الأم ديالي باش يعطيها الله صبر هي تزوجات في سن صغيرة وخدات الأب ديالي كبير شيخو العمر ومرت من مشاكيل عدة بحكم الأب ديالي كان يزوج بمرأ أخرى وعند أولاد أخرين ما موقعهم بزاف المشاكيل وما بقى عندها أصبر لأولو وحاليا حاليا كان شيك المشاكيل شيك صعوبة كانت لك الدعاء اللي هو تعطيها رب تصبر وتكمل في العمل ديالي يا رب يا بنتي نجوة يا رب يا رب يا رب الله يحافظك يا بنتي نجوة بارك الله فيك نجوة شكرا لك يا بنتي وسبحان الله العظيم شوفوا هذه البنية هات الشابة يعني منك نسمعوا مثل هذه الكلمات نوقن بأن مغربنا على خير وبأن بنات المغرب صالحات مصلحات طيبات مباركات شوف دبهت الشابة من إقليم بن ملال بغت دعوة ربي سبحانه وتعالى تبت على الصلاة وهذا ركلام كبير وبغت دعوة أخرى أنها تكون بارة بوالديها وهذا كلام أعظم يعني هاد طلبين إلى ربي عز وجل وفق نجوة إليهما صارت مثل رابع العدوية أو أكثر صارت من الصالحات وصارت من القانتات وصارت من أهل الله وخاصته لأن الصلاة هي بينك وبين الله وبر الوالدين هو عماد الدين وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا أسأل الله سبحانه وتعالى بنت نجوة أن يزيدك يقيم في يقيم ويحبب إليك الصلاة عندهم الصلاة كتجيهم بحال شي جبل فوق ظهورهم وهناك من لا يصلي أصلا يقول لك الله يهدينا سنين طويلة وبقي ما زالك لأن لا يقولها من أعماق قلبه يقول بأطراف لسانه فاللي أحب ربي عز وجل يحبب لي الصلاة إلا أحبب ليك الله الصلاة ستعود وحد المحطة بحال وحد المحطة خمس مرات في اليوم تدخل لها بشدي الفيدونج وتعمر زيوت جديدة وتنفخ الروايد وتمسح جميع الزجاج غيرها وتستعاد الانطلاقة هكذا يا الصلاة ما معنى الصلاة الناس يظنوها تكليف ويظنونها بأنها تقل بالعكس الصلاة هي عبارة عن لله المثل الأعلى بحال طريق السيار طريق السيار غادي في الطريق طويل من تدار البداء الطانجة مثلا ولا من تدار البداء غادي الأجادير وأكيد أن السيارة على التعب تقلب على محطات داخل في حدود هذه الطريق السيار تلقى واحد محطة للوقود تنزل تنفخ الروايد تعمر تنزل 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 قال السيارة كترتاح هكذا الصلاة صلاة عبارة عن محطة للتزود تنزل 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 بالاكتئاب تنزل 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 während وهنا تنزل تنزل و duas تنزل على أبسط الأشياء كي وضع الكأس كي يكون لها ملكي كتنفخي كتسد الباب ملكي على هذا الانفعال الأولاد مقلقين أنا سعرت بحرج وقلت في انتظار في انتظار أن تسوى الأمور بلية المصحف يتنقل المصحف فبات لي صورة صورة دي العائلة بجموعين صورة الزوج والزوجة وولدتهم فأخذت تلك الصورة وفتحت المصحف على صورة يوسف ووضعتها في صورة يوسف في ذلك المقطع فلما رأينه أكبر وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وضعت الصورة فيها الأم والأب والأولاد صورة جماعي عائلية وضعتها في قلب القرآن وانصرفت لحالي بعد أسبوع صديقي هذاك قل لي مرة تانية لست أدري ما الذي وقع حياتي تغيرت صارت زوجتي تطلب مني التسامح وتطلب مني الرضا وأنا بدوري صرت أعطف عليها وأكرم وأولادي الصغار صاروا يتعنقون فيما بينهم ما الذي وقع لي لست أدري فقلت له يا أخي ببساطة حينما دخلت إلى بيتك وجدت المصحف موضوع في مكان معين ورأيت صورة لكم محططة بجانبه فأخذتها ووضعتها في صورة يوسف وفيها سر صورة يوسف تعطي المحبة من أردت أن الله تعالى يجعل في قلبك وقلبه محبة ضع صورتك وصورته في صورة يوسف وسوف ترى العجائب هذا الأمر أيها الأحباب الكرام لم أقله الآن إلا بعد أن تم تجريبه مرات ومرات ومرات كان هناك ناس واقفين على الطلاق وسبحان الله العظيم أغلق ملف الطلاق وزرع الله محبة ومودة بين أفراد الأسرة فأسأل الله سبحانه وتعالى لن نجوة أن يسعد أمك وأباك ويسعدك بهما ويشمع شملكم اللهم أمين يا ربي كريم ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم سفر مع أخينا سيد محمد وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يطول عمرك مولي يا مرحبا دكتور علي بالأسئلة نعم ما يحفظك ورعك مولي استغفر الله استغفر الله الله يكبر بك مولي الله يعني مقامك أخي السؤال الأول هو أنه مثلا حكم جوز بكر أسماء الله الحسنى والأعداد مثلا على كما جاء بعض طرق السوفية على المشايخين في مغريب في المشايخ نعم يعني ما حكمه ذلك يعني واش جائز أو لا لا مع الذكر أنه مثلا عند ذكر هاد أسماء تحصل واحد طمعين أو ساتين أو وحد أي نعم سيدي يعني وحد إحساس لا لا ما يطلقاش فعلا وحاجة أخرى هي بكتور في ذلك قلت وحد واقعين من نش أديمه الدليل عساسين الرصوص العلي والسنى في المعنى الله أكبر من غير أن أحدثها يعني رأيت أعلى يعني بك اللباس انفريقية وقابين مع الإيديل لا إلى هيد الله لا إلى هيد الله محمد شكرا لك الله أول عمرك الله يحفظك الله يرعاك وهنيئا لك هنيئا لك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق وهو القائل من رانآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به لأن إبليس قد ممكن يتمثل يام هناك بعض الصالحين وبعض الأولياء تمثل لهم إبليس في صورة شيخ من المشايخ أو عالي من العلماء وقال لهم كلام كلام ظنه أنه حق وإبليس يتلاعب بهم حتى إن الإمام بن قيم الجوزية عنده كتاب معروف ضخم اسمه تلبيس إبليس تلبيس إبليس يقول كيف أن إبليس سهل عليه أن يغوي الطالحين أن يغويك بشرب الخمر أو يغويك بالفساد مع امرأة أو يغويك بأن تسرق مالا أو يغويك بالكذب والبهتان هذا أمر هاي على إبليس سهل لكن الأمر الذي يحتاج في إبليس إلى مجهود وهو مع الصالحين يأتي إلى الصالحين ويغرهم يقول له بأنك قد وصلت إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين وأنك ستفعل كذا وكذا ويعطيه رؤى منامية ويرى إبليس في سورة إنسان ملتحي بالعمامة كذا كأنه ولي من أولياء الله الصالحين وقد يدله على أفكار تكون مغلوطة ومصادمة للقرآن والسنة لهذا قال العلماء أي رؤية مثل هذه تعرض على الكتاب والسنة فإذا وافقها الكتاب والسنة أجزناها وإذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله نعتبر بأنها مجرد أضغط أحلام أو أنها من تلبيس إبليس والإمام بن قيم الجوزية كتب هذا الكتاب الضخم سماه تلبيس إبليس إن شاء الله إذا بقي هناك في العمر بقية سوف نتحدث عن حالات لأناس متدينين غرهم إبليس فوقعوا في المحرمات أما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به أبدا من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به لا يمكن ومن رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكأنه صحابي في آخر الزمن لأن الصحبة تكون بالرؤية وبالكلام من رآه كأنه صاحبه ومن كلمه هذا خلاص لكلم النبي في المنام كأنه صار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من رآه هو مبشر بالجنة لأن النبي الكريم لا يرى إلا لأهل الجنة ولا يرى لأهل النهر أبدا فكلها كرمات ومن رأى النبي الكريم هذاك وعد بإيدان عهد جديد يعني عهده سيكون عهد فتحات وكرمات وخير عظيم ومن أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء بعض الأعمال منها أن تكثر من الصلاة عليه أكثر من الصلاة عليه خصوصا يوم الجمعة لأنه قال بأن صلتكم معروضة علي وتعرض عني علي كل يوم جمعة تعرض علي بأسمائكم وأسماء آبائكم وأمهاتكم فمن صلى على النبي صلاة صلى الله عليه عشر ومع المواضبة قد تراه في المنام أيضا ترى سيدنا النبي في المنام إذا أكترت من ذكره في السيرة النبوية إذا ذكرنا سيرته النبوية وإن شاء الله في هذا الشهر للرمضان سوف نتكلم كثير على النبي الكريم عن شخصيته عن سلوكه عن أخلاقه عن هدهه نكتر مننا إن شاء الله يكون لدينا برنامج خاص اسمه من سنن هده النبي الكريم أو من هده السنن الرسول يكون خاص بمعرفة هذا النبي الأكرم لهو سر من أسرار الموجود ربنا اختاره واستفاه أن يكون إمام المرسلين وقائد الأنبياء المهجرين فكلما ذكرت سيرته العطرة فإن ربنا عز وجل يكرمك برؤيته أيضا ممكن أن تقرأ سورة محمد سورة محمد تقرأها كل ليلة فتره إن شاء الله في المنام ويكرمك فهنيئا لك يا أخي محمد برؤية النبي الكريم ورؤيةه حق بإذن الله أما جوابا عن سؤالك الثاني قضية الأذكار التي يقيمها بعض الصالحون إما في الزوايا وإما في بعض المجالس للذكر فهذا خير عظيم ربنا عز وجل جعل أعظم العمل هو الاجتماع لذكر الله أعظم العمل على الإطلاق أن نجتمع على ذكر الله تعالى ما اجتمع قوم في بيتهم من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أعظم مجالس الدنيا هي مجالس الدكر تحفها الملائكة وأعظم الدكر تلاوة القرآن ومدرسته واتفقه في الدين وأعظم الدكر أيضا هو الأذكار المأتورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تسمى غيراس الجنة غيراس الجنة دخل النبي الكريم على صحابة وجدهم يسبحون ويحمدون ويكبرون قال هؤلاء يغرسون إنهم يقومون بغيراس الجنة لأن سبحان الله إذا قلتها غرست لك نخلة في الجنة ظل لغاء يقطعه الفارس على فرسه لخمسين خمسمائة سنة وفيها تمار ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد حتى إن سليمان عليه السلام النبي الملك الذي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وكان على بساط الريح وكان يتفقد أحوال الرعية وكان هناك فلاح يذر القمح ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فلما رفع رأسه رأى سليمان عليه السلام يطير على جناح السرعة فوق بساط الريح فقال آهم لو كان لي مثل ملك سليمان أو نصيفه فالريح حملت هذا الكلام إلى سيدنا سليمان عنده الريح وضو وشهر وروح وشهر فنزل سليمان إلى الرجل وقال يغادا إن قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعظم عند الله من ملك سليمان وهذا حقيق ليس مبالغة لأن ملك سليمان كم بقي سيدنا سليمان عاش 52 سنة ومات وانتهى ملكه لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد ستكون غيرس الجنة خالدين فيها لا يبغون عن حول نعيم عظيم فهؤلاء الناس الداكرين هنيئا لهم إلا أن هذا العمل قد يشبه بعض الشوائب قد يكون هناك بعض النقصان فبعض الصالحين يرتبون العدد أي نعم العدد في الذكر مطلوب خصوصا إذا كان مأتور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهناك أذكار مأتورة بالعدد كقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله 33 والله أكبر 33 والحمد لله 33 وختم المئة بلا إله إلا الله إلى أخي الحديث قال ألا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه أدركتم من صبقكم وصبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون الله دبر كل صلاة 33 مرة هذا ذكر فيه العدد وغيره كثير من دخل صحابيهم قال لو يا رسول الله أدخل إلى السوق فيقع للغبنة وحينما أبيع وأشتري مع الناس أتعرض للمضايقة وللتطفيف الميزان ولأحسن البيع والشراء وأخسر فقال إذا دخلت السوق قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير قل عشر مرات وفي رواية مئة مرة وادخل إلى السوق ستكون عندك حماية كاملة من عند الله ما في أحد يسرقك أو يغصبك أو أنه يعطيك بضاعة بثمن أكثر ربنا يحفظك من كيد الكائرين بالأكس يجعلك في يد تاجر طيب ميسر تربح معه بإذن الله هذه أذكار مأتورة بأرقام لكن لاحظنا بعض المشايخ وبعض الصالحين في بعض الزوايا يضعون أعدد أخرى تقول له هذا العدد من أين حصلت عليه مثلا ما يسمى بلطيف بن حجر أن تقول له أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين مثلا وهذا غيره كثير عند بعض شيوخ الزوايا والطرق عندهم أرقام معينة يقول لك أخبرني شيخي وشيخه كمن أخبره أخبره شيخه وشيخ شيخي كمن أخبره رأيت كذا وكذا في المنام يقول هذا كلام هو ليس ملزما هو على كل حال الدكر مطلوب أن نذكر الله كثير أذكر الله دكرا كثيرا هكذا قال رب العزة أذكر الله دكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة قال لنا قياما وقعودا وعلى جنوبكم في جميل حالات أذكر الله كثير لكن أن تلتزم بأعداد معينة ذكرها الشيخ معين فهذا فيه تكليف هو الدكر في حد ذاته مبارك لكن هذا العدد فيه تكليف حتى إن بعض العلماء قالوا هو بدعة ولكنه إسا بدعة ممكن أن نقول هي بدعة إضافية لأن هناك المحرم والبدعة الأصلية أما الإضافية هي في الشكل والأسلوب وقد تكون مباحة لكن الإنسان لا ينبغي أن يبقى معها الأعداد لأنه قد لا يخشع وقد لا يكاد يستوعب معاني الدكر فعوض أن يتفهم أسماء الله الحسنة لما يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يستشعر اللطف اللطف الأجنة اللطف السمع والبصر والفؤاد اللطف في الكون في البحار في الأشجار في الحيوانات في الأم وراضعها اللطف يا لطيف يا لطيف لما أقول يا واسع يا واسع يا باصط يا باصط الله واسع عليم انظر إلى ملكوت الله ليس لها حدود لا بداية ولا نهاية يا باصط أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعطيك بلا عد ولا حصر خيرات منذ أن فتحنا عيوننا على الأرض في الحياة وربنا يرزقنا طعام وشراب افطار وغداء وعشاء ولباس يا باصط يا باصط يا باصط أو هكذا يا جواد يا جواد تطلب من الله الجود والعطاء فأقولها وأنت تتأمل في ملكوت الله إلا أن بعض الناس يبقى مع العدد يبقى مع العدد فلا يكادوا يستوعب وهنا يدخله النقصا وعلى كل حال من ألهم الدكر فقد ألهم خيرا كثيرا ونستكفي بالأذكار الماتورة في السنة لا داعي لأن الشيوخ الأجلاء والأولياء المقربين ليس هو الذي يأتي بأذكار جديدة وأرقام جديدة بل هو الذي يدلك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن ما معنى الأولياء ما معنى الصالحين هم الدالين على الله الولي لا يدعو إلى نفسه هو يدل يدعو إلى الله ويدلك على الله لأنه صار قريبا من المولى بحلاتي مونيتر في أي قطع تعليم السياقة تعليم السباحة في أي قطع يكون وحد الخبير عنده خبرة ومهارة يدلك على حسن الصنعة كذلك الأولياء والصنحاء دورهم يدلون على الله وفي سنة رسول الله ما يكفينا لا نحتاج إلى أن نبحث عن عن تيار كذا وطريق كذا ومنهج كذا نستكفي بما في سنة رسول الله والأذكار كثيرة وخصوصا الأسماء الله الحسنة ربنا عز وجل قال ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك يا الله يا الله يا من تسبح له السماوات بنجومها وأبراجها يا الله يا الله يا من تسبح له الأرض بسهولها وفجاجها يا الله يا الله يا من تسبح له البحار بأمواجها والجبال بقممها والأشجار بفروعها وتمارها يا الله يا الله يا من تسبح له الطيور والأنعام في وكناتها يا الله يا الله سبحانك إنك على كل شيء قدير اللهم ياد الجلال والإكرام يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم يا رب في هذه الساعة المباركة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا غمّا إلا فرشته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا ضالا إلا غديته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خدلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم يا رب العالمين قونا في ديننا وأعن على قضاء ديننا اللهم اجعل يقيننا بك يقينا من كل شر وإيماننا بك يهدينا إلى كل خير ورجاؤنا فيك يحفظنا من كل ضر نعود بك يا رب العالمين من كل سوء ومن كل مصيبة ومن كل بلية اللهم احفظنا بمحافظة بهدك الحكيم قولوا معنا جميعا آمين 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله